اشتركوا في القناة ويطلقوا في نسختها الثانية قدمتها شركة مطار البحرين الدولي بالتعاون مع شركها الاستراتيجي تمكين تحت عنوان تحليق حيث تتولى اعداد مجموعة من الشباب البحريني الجامعي ممن يتمتعون بمهارات غير مسبوقة في مختلف المجالات المتخصصة في قطاع الطيران نجاح النسخة الاولى اللي بدناها قبل سنتين اللي تم توظيف من خلالها عشرين بحرين وبحرينية تم تدريب من خلال السنتين اللي راحوا اليوم قاعدين نحتفل بعشرين بحرين وبحرينية اخرين الدفعة الثانية بالتعاون مع صندوق العمل تمكين لاني احب انتز هذه الفرصة ان اشكرهم على دعمهم لتطوير الكوادر البحرينية خاصة في قطاع الطيران مدني ما فيشك ان هذه المبادرة تعتبر اهم المحاور الموجودة في استراتيجية تطوير قطاع الطيران مدني احنا نعمل على تطوير البنية التحتية الخدمات ولكن العنصر البشري هو العنصر المهم اللي راح ينفذ هذه المبادرات جميعا تحليق في نسخته الثانية يؤكد على الاهداف التي تقوم عليها تمكين والرامية الى دعم وتأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في مختلف المجالات لا سيما في مجال المواصلات وخاصة في قطاع الطيران الشراكة هذه الثانية مع شركة مطار البحرين امانة تهمنا كثير نحن نتكلم عن هدف اساسي اليوم في ادماج العنصر البشري والسوق العمل نتكلم اليوم عن مشروع كبير توسعة المطار امانة متبوع طبعا بثروة بشرية عنصر بشري نحن نبي نكون سباقين امانة في توفير افضل فرص البحرانيين نزودهم بالتدريب اللائق اللي ينعكس في النهاية على الخدمة طبعا نتكلم عن اهم المنشآت تكلم عن مطار واجهة البلد امانة في حماس كبير في خبرة تراكمت من الدفع الاولى تحليق واحد اللي نتكلم عن تحليق اثنين احتياجات اكبر وفي امانة مبادرات اكثر قادمة في هذا المجال والله هذه البرنامج طبعا يساعد الشباب البحريني ويوفر فرص عمل للبحرينيين حاليا عندنا يعني ويد متخرجين من جامعات مختلفة وتخصصات مختلفة فكل هالتخصصات ممكن نجمعهم في نقطة واحدة اللي هي مطار البحرين ونقدر نطور بهم وان شاء الله نفيد ويفيدوننا ذوات الخبرة في العمل لرفعات هذا البلد هذه المبادرة تمثل احدى اهم ركائز استراتيجية مملكة البحرين الرامية الى تنمية قطاع الطيران كما تتماشى ايضا مع اهداف برنامج تطوير المطار الذي تقوم عليه وزارة المواصلات والاتصالات تم التخطيط للبرنامج ذي في عام 2013 واطلاقنا الدفع الاولى منه في عام 2014 العام الماضي خرجنا اول دفعه واليوم طبعا نحتفل بتدشين المرحلة الثانية من المشروع ذي المشروع طموح من ناحية الشراكة الاستراتيجية مع تمكين المشكورين قدموا دعم للملتحقين بالبرنامج وهذه الاستراتيجية او العلاقة الاستراتيجية راح تواصل مع تمكين لاستكشاف مجالات اخرى لتوظيف البحرينيين هذا المشروع الوطني الطموح يهدف الى تحويل مطار البحرين الدولي الى احد اهم المطارات الرائدة على الصعيدين الاقليمي والدولي كما سيساعد برنامج تحليق اثنان على اعداد الخريجين لتولي المناصب القيادية في مطار البحرين الدولي في المستقبل خول اللي جرينيس لمركز الاخبار تلفزيون البحرين